سنتطرق بعد ذلك إلى مقام الكرد وهو المقام الثامن والأخير مقام الكرد هو من أشهر المقامات الصوتية وأوسعه انتشاراً وخاصة هذه الأيام مقام الكرد من أشهر المقامات الصوتية وأوسعه انتشاراً مقام الكرد أنترى مقام مشهور دانباني التفسبان ويرجع أصله أيضاً إلى بلاد الكرد ويعتمد عليه معظم القراء وخاصة القراء الجزيرة عربية وإلى أيضاً يستخدمه المنشدون بكفر هذه الأيام وكثيرا في المترجمات وكثيرا في المترجمات وكثيرا في المترجمات وعنشي وعنشي الله سيده انا شخصيا لا أعتدد كثيرا عليه في تلواتي شيء secara peribadinya kurang menggunakan lampu ini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آداء ربكما تكذبان 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 فضلت الشيخ محمود محمد رمضان وكذلك فضلت الشيخ محمد امران أحدهم محمد رمضان ومن أشره القرى أيضا الذين يقرأون بهذا المقام فضلت الشيخ الشاري بن راشد العفاس فبأي آداء ربكما تكذبان ومن أشهر القراء الذين قرأونا في هذا المقام فضلت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي ومن أشهر القراء الذين قرأونا في هذا المقام فضلت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين قرأونا في هذا المقام فضلت الشيخ مشاري بن رجل صراط الذين قرأونا في هذا المقام فضلت الشيخ مشاري بن رجل مالك تكتب من الرجل صراط مالك تسمع والمفكات أولون ما الذي لم نقله؟ قلنا الصدق قلنا النهوان هذا يا شيخ حرعي ما الذي لم نقله؟ نوم ثمانية نقلنا الآن سبعة بقي واحد معي ثانيا مولانا مجملاو شيء بحيث لنا أن تظن أن نقلنا الآن سبعة نقلنا بالترتيب الذي قيل في مقولة صنعة في سحرك الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراة اللذين أنعمت عليهم صراة اللذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليكم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والطهر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ضعها للأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصلنا إلى ختام هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى نشكر لكم حضوركم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه وأشكر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية سابقاً ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر سابقاً وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأشكر لأخي قضيرة الشيخ ياسر الشرقاوي على حضوره وتكرمه بإلقاء هذا الشرح عن الترنم في هذه الدورة المباركة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في مستقرات الرحمته أنه ولي ذلك والقادر عليه لا ننسى أن ننبه إن شاء الله غداً صباحاً ساعة الثامنة والنصف إن شاء الله سنبدأ إن شاء الله مراسم الاحتفال بإذن الله تبارك وتعالى أقول قبل هذا أستغفر الله علي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد والله إله إلا أنت أستغفر فأتو ملايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد والسلام عليكم 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 أشهد والسلام عليكم